السلام عليكم اخواتي. مرحبا بكم في القناة. قناتكم وطفة افكار. كتمنى تكونوا بخير وعلا خير وبصحة جيدة. اليوم شاء الله نحضر معكم بحلوة كريم. سهلة بساف. حلوة بدون فرن. ندرها في المقلات. كالجيل ديدة اخواتي بكريمة كذلك سهلة بمكونا فقط. كريمة ندرسها في الفيديو سابق. قبل من هذا الفيديو. اللي بغى يشوف الوصفة وما يشوفها هناك في فيديو بوحده. وغلل لخلي لكم الرابط لها الكريمة في صندوق الوصف. اللي بغاها يدخل صندوق الوصف في القناة. وهذه الحلوة كتجيلة رائعة. ندرها بالجينواز. يعني ندرها بدون حليب بدون زيت. بثلاث مكونات فقط. ندروا البيض كي يكون دائما في حارة المطبخ. باش يتعب معكم هذا الجينواز يتعب معكم مزيان. دائما البيض يكون سخون سخون يعني تكون في حارة المطبخ. مينوان بيرد باش يتقل معكم. حول في تلاثة البيضات. وندروا الحساسة للفاني أو الفاني داك سائل. أحد شي وحده او لاجوج. اللي حسب كل واحد. وهنا سأضع كذلك السكر سندة. سأضع سبعة المعلقة السكر. يعني بالحساب الأخوات اللي بغاني يعرفوش حال. سبعة يكونهم على حساب المطبخ. يعني شوع وحدي لم اعمرتهم. في حالة قطته إليها. سبعة متصفة. يعني شواء يجب أن يكون كاس سبعة يعني يكون كاس إلا ربع كاس إلا وحدة شوية وحدة أسبوع يجب أن يكون فيه سبعة المعالغ كبار يجب أن يكون عمر شوية ثم يضربوا هذه المكونات جيدة خلطوهم وضربوهم بالكارباء يجب أن يكون السخونة يجب أن يكون دافئ يقوم بحراء المطبخ أي شيء يأتي من العبد يكون الأمر يقدرون الزيت غير بيض والذيق فنضرب المزيدة يجب أن يكون كاس سبعة مصر يجب أن يكون الحبيبات يجب أن يضرب败 أكبره او صباحا بيضة السكار او بيت تطلع جيدا اضع في اليدوي اي ناق ما يسخون و اضع فيها اليدوي اي ناق اي ناقص في البيض اسكار بالطريقة القدمة كما تشاهدون يكون تقيل بحلاكة و ليس تقيل بحلاكة من فوق الهواء ليس تقيل و ليس تكون هناك شكل تقيل وهو خفيف في الوقت نأخذ واحد الميقلات و نضعها في ورقة الزبدة لكي يجب عليكم العملية سهلة نقسم على ثلاثة زلاف كما تشاهدون الزلاف الميقلات يكون متساويين ثلاثة زلافة و نسرحها بسطولة أو ملعقة لتشكل مقادة دائرية و نضعها في البوضة بالنسبة للميقلات تكون خفيفة تكون تقيلة قليلا المهم العافية نضعها لكي لا تحرق لا يجب أن تكون طيبها كثيرا الجنواز تكون طيب خفيف من غير إذا تنسيتها أو شيئا المهم أن تضعوا الحديدة لتحت لكي لا تحرق تسخنوا هذه الحديدة جيدة و نضعوا الميقلات لا تكون جيدة و لا تكون متوسطة تكون خفيفة لكي تجمع لكم الجنواز من تحت كتشوفها مجموعة نشوفها من الفق و تقلبها حالة و أحضروا كمينا لدينا ورقة الزبدة لكي تجمع لكم العملية سهلة كمينا كم تشوفها كم تشوفها كم تشوفها نضعوا ورقة الزبدة فوق من الجنواز سهلة نحيد القرى وعندما تحمر القرى لا تجعلها تحمر كما تعرفوا الجنواز لا يحتاج تحمر وعندما تحمرها نعود العملية الثانية مهم نفس الطريقة تدريف ال passionate نحن فوق جنواز الرقيقة لا تكون مختلفة يعني كيفية الكريم تحويل الكوكا يجريك فوق الوصول تحديد التركيقة كيفية الكريم يعني كيفية مستخدمة في البريمة الكريمة كنا نأخذ الوضع كريمة 200 ملل 50 ملل لطخ و 250 ملل لطخ سوف تحرط الخلط الخلط سوف نزيده في السرعة لأن السرعة كثيرة تجعل الكريمة تطلع جيدة وحاولوا أن تقوم بإناء في مجمد وكذلك تضرب في مجمد كل شيء يكون بارد لكي تطلع بالنسبة لهذه الكريمة أردت هذا الفيديو بوحده شرحت كيف تطلع قبل هذا الفيديو ومعابد هذه الكريمة سوف نترك في صندوق الوصف سوف تجعل الكريمة ومعطقة لأن الكريمة السائلة تجعل الكريمة تكون غنية بالدهنيات تطلعها غير بالضرب اليدوي تطلع سهلة وعندما تطلع العجالة ليس ضروري كيف تطلع الكريمة تطلع الكريمة ومعطقة نسقيها لا يزال لكي تدريد تطلع الحليب تطلع تطلع الشيطة لأنها أصلاً نرتبة ونضع كريمة تطلع 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 الكريمة ونضع كريمة حتى نكملها ونعمر تطلع كريمة كاملة نقضيها ونقضيها ونحاول ندور الكريمة كاملة لم أقضي الكيك لأنها تطلع كيكة ونقضيها ونقضيها في كلها تطلع تطلع فوقتها في السجنة ونقضيها كوكا أو شوكلاة أو الآن يجب أن أخذ موس منشعر كيكة ونحن كريمة ونقضيها مدرج كم كما تشاهدون صافي ثم تزيل اللي باقي اللي يعيش بكم بالنسبة للكريمة اللي بقاتلية سوف ندورها كياد وريدات في الجناب كتشي لشكل هذا والكريمة كتشي متماسكة لا تنسيش كتشي تبقى واقفة كتشي رائعة ما تقضي الهزوين بالساف والكيك او الحلوة كتشي ديدة بالكريمة بالنسبة للشكل اللي قدرت تزيل اللي قدرت بهذا الشكل كي أعطيت الزواقة مهم مقر ورئيسكم بالأخوات اللي باقي نعرفوا سوف يخشي في تلاجا نديرها بما تبرد ومن حتى تبقى محدة كترتاب وكتجي ديدة مهم ما ناكل واجد الساعة خلوها في تلاج واحد ساعتين وثلاث سوية او ثلاث سوية او ثلاث سنهار كتشي تبقى كتشرب على خطرها ووجي نواسية كترتاب مع الحليب وكتشرب وكترتاب وكتجي ديدة مهم كما تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي يجي لها الشكل ثمن ديالها ما يطلع شتك ثمن ما يوصلش ثمن باشغت شيريوها يعني ثمن كي يكون قليل ثمن كي يكون قليل تتعرخيصة الى صوب سيئة في البيت ديالك ثمن كي يكون قليل ثمن كي يكون قليل نقسم لكم محطري فتشوفوا الشكل ديالها يعني كتجي من الداخل طبقات رقيقة كتجي طبقات رقيقة كتجي طبقات كاملة وتقسمها حاول ان تتعرخيصة ميقلات كتجي سهلة وكي يجو متساويين وانتمنى اخواتي هذا الفيديو عجبك وانتنسى ان تتبارتج الفيديو مع الاخوات وانتنسى ان ارتقاب مواقع التواصل اجتماعي مع السلامة ومسحة الرحى في رعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة